خمس حقائق عن الامام المهدي عجل الله فرجه معظم الاديان بما في ذلك الهندوسية والبوذية لديها فكرة شبيهة لشخصية المخلص الديانات التوحيدية الثلاث على وجه الخصوص تؤمن بوجود المخلص وهذا مكتوب في الكتب المقدسة الحقيقة الاولى ولادته كان العباسيون قلقين بشأن التقارير المتعلقة بالامام الثاني عشر الذي سينهي حكمهم القمعي فقرر الخليفة انذاك انهاء الامامة بقتل الامام العسكري الا ان هذا الخليفة قتل شر قتله فخرج توقيع من الامام العسكري عليه السلام هذا جزاء من افترى على الله وعلى اوليائه زعم انه يقتلني وليس لي عقب فكيف رأى قدرة الله عندما ولد ابنه محمد المهدي سنة مائتين وخمس وخمسين للهجرة ابقى الامام العسكري الامر سرا الا عن الخواص والمقربين كوسيلة للتحقق من ولادته ووجوده الحقيقة الثانية الغيبة الصغرى بعد وفاة والده تسلم الامام المهدي مقاليد الامامة في سن الخامسة من عمره عام مائتين وستين للهجرة وبسبب الخطر المحدق بقي الامام المهدي بعيدا عن الانظار قرابة السبعين عاما وسميت هذه الفترة بالغيبة الصغرى في الغيبة الصغرى كان الامام يتواصل مع الناس من خلال اربع سفراء وهم عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان العمري الحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السماري كان السفراء يشكلون حلقة الاتصال بين الامام المهدي وبين شيعته في مختلف الاقطار فكانوا يحملون اليه رسائل شيعته ومحبيه واسئلتهم ثم يأتون اليهم بالجواب الحقيقة الثالثة الغيبة الكبرى قبل وفاة السفير الرابع بايام كتب له الامام كتابا جاء فيه يا علي بن محمد السماري اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك وبين ستة ايام فاجمع امرك ولا توصي الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الامد وقصوة القلوب اذا فالغيبة الكبرى بدأت عند وفاة السفير الرابع عام ثلاثمائة وتسعة واشرين للهجرة وهي ممتدة الى يومنا هذا الى ان يأذن الله تعالى له بالظهور الحقيقة الرابعة عندما يعود الامام المهدي سيبدو في منتصف العمر مهيبا تقيا ومتألقا كالنجم ستكون معركته ضد جميع اشكال تحيز مثل العنصرية والظلم وغيرها تذكر الروايات انه سيكون هناك عدد من العلامات التي من الممكن ان تحدث تبشيرا بظهوره المبارك كانتشار الشر في جميع انحاء العالم موت الكثير بسبب الاوبئة والحروب غلبة الجهل على المعرفة وانحطاط الدين هناك ايضا بعض العلامات الحتمية كخروج السفياني خروج اليماني قتل النفس الزكية الخسف بالبيداء والصيحة في السماء الحقيقة الخامسة حكومته عليه السلام عند ظهوره المبارك سينطفض ضد انظمة الظلم والفساد سيشرع بالظهور من الكعبة ويلتف حوله اصحابه الثلاثمائة وثلاثة عشر ثم ينضم اليه عشرة الاف اخرون سيدعو الجميع الى قضيته الالهية وسيتعهد بالانتقام لقتل الامام الحسين عليه السلام سيؤسس مقره الرئيسي في الكوفة سيحارب الظلم وينشر الاسلام ويعم السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة